فضل عبدال كيفي اليوم كان نضيف جاوب حمزة في إذاعة موزيك مع حمزة البلومي بجنس تتنقل في تصريحاته على المدينة الطبية في ولاية القيروين اللي أعلن رئيس الجمهورية وعنده نهارين وصدر أمر رئيسي في رأد الرسمي الجمهورية تونسية عفواً يقول فيه أنه رئيس الجمهورية كلف القيادة العسكرية والمؤسسة العسكرية هي اللي تشرف على اللجنة هذية لأعداد كل ما يتعلق بكل فانيات متاع المشروع هذي وهي اللي بيش تشرف على بناء المدينة الطبية هذية وتركيزها في منطقة اسمها منزل المهيري في ولاية القيروين اللي صار أنه رئيس الجمهورية كانت فيما تصريحات قبل لحدة نوية بيقول لك ما فهمش منها الحكاية ما فهمش للأرض اللي بيش تتعمل عليها للفلوس للتمويلات لحتى شيء بدر الدين الجمودي نتفكره رئيس لجنة التشريع العام كان نعطاه برشا تصريحات اليوم رئيس الجمهورية وقتها عنده مديدة في فيفريلي فيت مشاه المنطقة اسمها منزل المهيري في ولاية القيروين وحت حجر الأساس ومؤخرا عنده نهارين التالي وين اصدر أمر في رأد الرسمي الجمهورية الأنسية برشا مواقف ولكن برشا ناس استبشرت خير على اعتباره وإنه ها المدينة هذية بيش تكون فتيحة خير مش على جهة القيرة وينك هاو وإنما على عدة ولاية أخرى سيدي بوزيد، القسرين، سليينة، الجنوب الغربي، زيدا كيف كيف بيش تسهل برشا حاجة على مستوى الخدمات الصحية في المناطق الداخلية كيما زيدا بيش تخلق مناطق شغل ويعدوا أعداد كبيرة اليوم محمد الفضل عبد الكيفي معناها يعطي في تصريحات جديدة على رئيس الجمهورية محمد الفضل عبد الكيفي دي هو رئيس حزب أفق تونس يقول إنه الأمر الرئيسي اللي يصدر في ليمت الإخنانية بخصوص أحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لتركيز مشروع المدينة الطبية في ولاية القيروين وضبط تنظيمها وترق سيرها هي وحدة تصرف لمشروع غير موجود بالمر رغم الأمر الرئيسي اللي يصدر ورغم التصريحات ورغم المشروع هذين متاع المدينة الطبية كان حاضر من ضمن المشاريع على المراسيم اللي صادق عليهم مجالة بيزارية في الفترة القليلة القادمة إلا أنه فضل عبد الكيفي يقول لك هل مشروع هذين ما هوش موجود بالكل ويقول اللي تعبني واللي مرضني في هالبليت برشحة جيت من بينهم رئيس الجمهورية قايس سعيد يقول لك يا سيدي هالمدينة الطبية هذين ولا هالمشروع هذين ما عنده حتى علقة بمستشفى الجامعي الملك سلمان وحتى حد مقال الحقيقة حتى واحد مقال راه عنده علقة معناها المستشفى الجامعي وحده والمدينة الطبية وحده المستشفى الجامعي شنو وحكيته جيت السعودية وقتها في عهد البجي قيد السبسي جايوا اعطاوا هيبة هيبة أصلا هيبة معناها هي لولاية القيروان تعرفوا رمزية ولاية القيروان على المستوى الديني وكل شيء يعطاوا هيبة بخمسة وثمانين مليون دولار لبناء مستشفى الملك سلمان بتجهزة متطورة وكل شيء هذي فلوس حاضرة إلى حد الآن ما صار فيها حتى شيء هالحكاية هذية تعطيلات بيروقراتية ودراسات لها أول ملهيش آخر قال المصري ولتوا ما عملوا حتى شيء رغم أنه هالمستشفى الجامعي هذيه كان حلم كبير يسر على أساس بش يكون فيه 770 سرير ومبعد وليه 500 ومبعد حاصيله وتشهيزاتك المتطورة ذيك تلع شنون ومعناها ما صار فيه حتى شيء حتى حد يكون قال للمستشفى الجامعي الملك سلمان هو بيدو المدينة الطبية حتى واحد ما قال يعني حتى حد ما أجبدهم الزوز مع بعضهم ولا قال تلع شنون يجي اليوم فضل عبد الكيفي يقول لك راههم ما فاميش مدينة طبية أصلا وراه الناس لازم يتفرق بين المدينة الطبية والمستشفى الجامعي الملك سلمان اللي معناها جيب هيبهم في عهد البجي قيدة سبسين يقول عبد الكيفي ظننت في البداية أن الرئيس قيس سعيد يتحدث عن نفس المشروع وفرحت لأني ظننت أنه سيتحرك أو سيحرك هذا المشروع المتوقف منذ ست سنوات لعجز الدولة عن توفير قطعة أرض له وهو في الحقيقة وحسب آخر الأخبار فإنه تم تحديد قطعة الأرض ولكن ما بديتش الأشغال على خاطر ديما فما جلسيت في وزارة الصحة نحكي ديما عن المستشفى الجامعي الملك سلمان دي راسيت ها ومشي وها وجي ومش عارف أشنو إلى حد الآن ها دراسيت لو فات وهال تعطيلات الإدارية لو فات عندها ست سنين لحكييتها دونك يقول لك أنه قيس سعيد تبين وأنه يتحدث على مدينة طبية كاملة مشروع جديد قال لعنى الأرض اللي بش نعمله عليه ولعنى التمويلات خلينا نرجع شوي أحنا للقيس سعيد شنو وقع قال أنه أول حاجة مشاي المنطقة اسمها منزل مهري في ولاية القيروان هذي حاجة وحت حجر الأساس دونك الأرض موجود التمويل مني مشي يجيب قيس سعيد التمويل التمويل هو كين مرة في زيارته إلى دولة قطر كين حكاية على أنه قطر بش تمول مش كان قطر وحدها معناه بش تعمل قطر مدينة طبية كاملة وحدها لأ وإنما قطر وبقيت دول عدة دول أخرى خاصة من الخليج العربي دونك التمويل مخمم فيه هو رئيس الجمهورية قيس سعيد مش مش مخمم فيه هو لكن فما تكذيب كبير لهالمشروع ما نعرفوش عليش كل ما يتجبد مشروع داع مدينة طبية هذية اللي بيقوم بها رئيس الجمهورية إلا والنسي لكلها تخرج وتقول إلي المشروع كذبة فما منه حتى شيء تستيرا تستيرا الأدهوى الأمر هو أنه الفضل عبد الكيفي كنوزير وقتها وهو اللي صحح على هالهباء السعودية هذية بتاع بناء المستشفى الجامعي الملك سلمين ولكن مصرحات شيء عايس دي مو عندكم ستة سنين ما كم كنتوا في الحكم قيس سعيد هو عنده ستة شهر انتو ما مو عندكم ستة سنين ستة سنين المفروض تول مستشفى الجامعي هذا الملك سلمين روح ذر على الأقل قيس سعيد دي موه ومش عارفة شنوه حسب تعبيركم انتو ما انتو ما وينو مشروعكم تاعة ستة سنين راهوا نورمالمون يخدم ويستقبل في العباد ويدوي في الناس ولكن بتبيع هذي كلها أوهم وراهي الفلوس مش من عنا مش ما نقولوش احنا عنا مشكلة ولا فلوس والدولة فالسة مش حارفة شنو الدولة من ميهي مش تدفع حتى فرانك الكلو يعني ميناء السعودية دونك ورغم ذلك شفنا مسؤولين مشيوا مسؤولين جاي وحكومات مشيوا حكومات جاي ورئيس مشي رئيس جاي وما شفنا حتى شي بالنسبة يعني للمستشفى الجامعي الملك سلمين اللي الى حد الان ما فهم منه حتى شي كل مشروع يقول عليها الرئيس إلا هو يستنفر ضده مثلا مشروع تي جي في اللي بشربة الشامل بالجنوب في لقاء قاسي سعيد مع وزير النقل مؤخرا حكي على مشروع تي جي في قال لو كنت وزير نقل وقتها وحطني قدامه وقلره مش نحكيه ومش نعمله على تي جي في يعني قلت له ليه سيد الرئيس مش هذي اولوياتنا اليوم عنا بعض الاولويات الاخرى عنا مثل مترو سفيقس طوى محذرش طوى عنده سني يعني كل شي معطل كل شي ما عملوا فيها يجيوا يعملوا مشاريع ضخمة وكبيرة ومبعض ما يعملوا منها حتى شي قال نقل له مثل لوتوروت متاع تونس جلمة بار اكزامل اللي بشي ربط ويتعدى فيما بعد معناها للجنوب عنا متاع المترويت متاع سفيقس عن المديرس عن الطرقات عن البنية التحتية دونك يقول انه فما اولويات اخرى اكثر من التي جي في يعني هذو من كل مشاريع اولى من التي جي في هذي كانت ابرز تصريحات فضل عبد الكيفي اللي قال ان المدينة الصحية هذي ما موجودة الا في خيال رئيس الجمهورية قيسي سعيد